مش حابة أقول مين لأنها كانت مكالمة خاصة جداً وكانت من نجمة ومطربة كبيرة مطربة كبيرة جداً ويمكن من أهم مطربات الوطن العربي إذا ما كانتش أولهم وكلمتني وكانت مكالمة لطيفة جداً جداً وبس دي حاجات بتبقى شخصية وأنا لو حابة أن أنا أعمل ترند كنت هقول مين كلمني وقالت لي إيه والحوار مشي إزاي لا مش هقول لأنها كانت مكالمة خاصة يعني ولكن كانت مكالمة محترمة جداً ففي ناس كتير قوي بتكلمني ولكن لا ما عدبتني الشيء يعني قالت لي إن في بعض الحاجات أنا فهمها غلط وهي يعني فهمت هالي صح وبس بكل احترام وكل الشيكة من غير زعل من غير مشاكل من غير أي حاجة كتير ده مليون قضية تترفع علي شفت الشعر مليون قضية تترفع علي تفكر عملها أغنية أكبر تهديد جالك إيه إيه لا مش تهديد هو مش تهديد هو إنه إحنا هناخد إجراءات إحنا تاخدوا إجراءات على إيه جماعة هو أنا اللي ثلاثة قلت التصريحات هل أنا اللي ثلاثة قلت التصريح ولا حضرتك اللي ثلاثة أو حضرتك اللي ثلاثة قلت التصريح ده ردي البرنامج لما يبقى القناة مفتوحة السوشال ميديا بتساعدك شوية في الحتة دي يعني إيه دي بوش شوية اللي هو مش بي على حاجة مرسلات مشفرة وهو السوشال ميديا شوية بتزوئي معك في لتتعود ده أكيد بوش هي القناة الحمد لله زي ما أنت بتقول هي مشفرة ولكن الحمد لله فيه نسبة كبيرة جدا من الوطن العربي بيشوفها وطبعا السوشال ميديا أيما بدور كبير قوي 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 يعني أنتوا أكيد متابعين السوشال ميديا بتاعت البرنامج لا الحمد لله مكسرت دنيا وعملة نسب مشاهدة عالية ويعني الحمد لله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر